السلام عليكم ومرحبا بكم بهاشترا قهواتي أنا زينب الشمري بما أنه أول فيديو أسويه بعد غياب أشهر هو عن فيروس فارفوا بأنه الموضوع مهم وجديات اليوم أحكي عن فيروس الكورونا كوفيد 19 من وين أجل هذا الفيروس؟ هل هو نتيجة مؤامرات أو سبب بيولوجي بحث عن طريق نظرية التطور أو عذاب إلهي؟ شنو ممكن نسويه حتى نقي نفسنا ونقلل من انتشاره؟ بالإضافة إلى شنو ممكن الدول تسويه بالنسبة للأفراد والدخل المحدود واليومي اللي دهرت حالتهم بظل هذه الظروف كوفيد 19 يرمز كوفيد إلى فيروس الكورونا دي ترمز إلى ديزيز و 19 ترمز إلى السنة اللي ظهرت بأول حالة وهي سنة 2019 كورونا أدت إلى غلق المدارس والجامعات في العالم خسارة ملايين من الوظائف والمتاجر مؤدية إلى أزمة اقتصادية عالمية بعض البلدان في حالة حظر تجوال نهائي لوكداون إغلاق الحدود ومنع الطيران بين الدول أزمة نقص بالمحارم الوريقية والمعاقمات قارات سريعة تدخلها الدول بين ليلة وضحاها مما أدى إلى خوف الناس وشياءة لمؤونة غذائية كفيهم لأشهر في 30 يناير سنة 2020 تم إعلان منظمة صحة العالمية حالة طوارق صحية عالمية عامة ذات اهتمام دولي فكورونا أو كوفيد 19 هو بانديميك أي وباء عالمي وحدث هذا بسبب انتشار الطيران وموسائل التنقل بالعالم بين الدول إلى هذه اللحظة من تصوير حلقة قهوتي يوجد حوالي مليون حالة مشخصة و46 ألف عدد الوفيات رح أخلكم رابط أسفل الفيديو حتى تتابعون عدد المصابين يوميا لأنه قاعد يزيد بشكل سريع جدا ويومي بدون ما أطول عليكم خلينا نبدأ نحكي عن الكورونا فيروس الكورونا وباء عالمي ولست تالب خطورته وعدم اتخاذ إجراءات السلام اللازمة يخلي حياة الآخرين بخطر لأن إذا أنت عندك القدرة على أنه ظل بالبيت وبس ما تلتزم رح يظل الفيروس ينتشر حتى لو أكو غيرك من التزمين فقدرتك على أن تجلس ببيتك وتعقم إيدك والأسطح حواليك هي نعمة ما منفروض نستهين بيها معظم البلدان اليوم توقفت الحياة فيها وهذا أدى إلى تردي الحال المعيشي لمن يعتمدون على دخلهم اليومي هذا بالإضافة إلى أنه أكو حكومات مثل الحكومة العراقية والهندية وغيرهم يمتنعون عن تقديم أي مساعدة مالية للمتضرعين فهنا يكون الواجب الديني والأخلاقي أن تقوم الجهات الدينية اللي تملك الأموال العامة مثل الخمس أو الأموال اعتبات أو الاستثمارات التابعة إلها وما شابه بتوزيء هاي الأموال على من توقفت أعمالهم أو على الأقل على يقلدهم هذول المساكين اللي ميجون حتى أساسيات حياتهم اليومية في ظل هاي الظروف أما البعض اللي يظن أنه ما رح ينصى بالكورونا فقط لأنه مؤمن بالله أو لكرامته أو لفضله أو فشي هو مسوي بحياته خليه هاجه حساباته منهم يمطيكم الأمان الفيروس ممكن يصيب الجميع والمؤمن المفروض يستشعر الخوف من الله أنه يصيبه عذاب بسبب تقصيب بسبب دنب فهي مسألة سبب ومسببات وحطيق لهذا الموضوع بحلقة مخصصة عن هل كورونا عذاب إلهي أم هو فقط سبب بيولوجي أو الاثنين أو احنا مسألوا نفتشي وهذا مسبب ماته والإسباب إذا الطبيب قالك لتصوم رمضان لأنه إثار على صحتك فأنت تسمع كلامه وهذا الطبيب نفسه إذا قالك خليك بالبيت ولتطلع قدر الحاجة هل حتطبق هذا الأمر؟ من سيلة وسيدة المسيح هل تحيي الموتى؟ قالهم نعم فقالوا له ارمي نفسك فقالوا لهم ويحك العبد لا يجارب ربه فخلينا نلتزم واليوم رح حاول أشرح الموضوع تظلكم ويارا تم تشخيص أول الحالات المصابة فيروس الكوفيد 19 في الصين بليلة هاس السنة 2019 تم الإبلاغ عن التهاب رأوي حاد غير معروف في المصدر في مدينة وهان بالصين والحالات كانت لعمال يشتغلون بسوق السمج تمعت منظمة الصحة العالمية هاي الحالات وجمعت أدلة من المختبرات وتم التوصل إلى أن كوفيد 19 هو فيروس جديد يعني ما كان موجود قبل من وين أجر وشلون انتشار بالعالم وسوى هاي الأزمة العالمية الاقتصادية والصحية فيروس الكورونا هو كان ميشف بالعين مجرده ولا حتى بالمايكروسكوبات الاعتيادية لأنه كل شي صغير ومع هذا لا يمكن الاستهانة بخطوطه لأنه فيروس جديد على الجهاز المناعي للإنسان فهو مطور عن فيروس آخر كان يصيب الحيوانات فقط فيروسات الكورونا هي جزء من عائلة كبيرة للفيروسات اللي تأثر بخلايا الحيوان يعني بعض منها يصيب الدجاج بعض يصيب الخنازير من الإنسان يكون قريب من هاي الفيروسات فهو بيتأثر لأنه ببساطة الفيروسات ما تقدر تدخل لخلايا جسم الإنسان لأنه نتوءات على رأسه تختلف عن المستقبلات الموجودة على خلايا الإنسان يعني مثل المفتاح والقفل إذا نجيب مفتاح ما يرهم على القفل فأنت ما تقدر تفتح الباب لكن شن يصير إذا هذا المفتاح يقدر يطور من هيئته بحيث يقدر يفوت بالقفل بيسيكلي تنفتح الباب نظريات التطور الساعدة فيروس الكورونا أنه يحصل طفرة بجيناته بحيث يقدر يفوت لخلايا جسم الإنسان ويصيبه بالمرض يعني غير النتوءات الموجودة على سطحه فبعد يكون الناس تنكون نظري التطور هاي من الأدلة عليها هذا الفيروس يفضل الجهاز التنفسي لذلك مثل ما سمعتوا بأنه أعراضها هي ضيقة النفوذ كحة جافة التهاب البلائم سيلان أنف ولأنه الجسم يكون دي حرب بشدة يصير واحد عند السخونة عالية آلام بالعضلات باختصار هذا ما يسمى بالتهاب الحاد لكن معظم إصابات فيروسات الكورونا تسوي مجرد نزلات بارد خصوصا بشباب اللي مناعتهم قوية لذلك تشدد الدول على مسألة خليك بالبيت لأن ممكن تكون أنت حامل موض وقعد تنشره بين عشرات بالمئات الناس وذول الناس ينشرون الغيرهم وهكذا يصير وباء عالمي والصير الزخم على المستشفيات شون ينتقل الفيروس؟ بالقحة، بالسعال من تلامس شخص مصاب أو واحد يلزم مفاتيح ما الواحد أعطس عليها أو باب أو تليفونه ومن ثم واحد يلزم أنفه وفمه وعينه ويدخل الفيروس للجسم طرق الوقاية هي ببساطة خليك بالبيت وإذا كلش كلش لازم تطلع خلي مسافة متر ونص بينك وبين غيرك ليش متر ونص؟ لأنه من واحد يقوح أو يعطس فالعطسة أو حبيبات العطسة رح تنقل المسافة متر ومن ثم بفعل الجاذبية رح توقع بالقاع فإذا الفيروس ما موجود هي شي بالجو وإنما أكثر شي من واحد يعطسه أو يقوحها وهو مصاب رح يبتعد إلى مسافة متر من هذا الشخص ومن ثم بفعل الجاذبية حيرقع للأرض لذلك لازم نخلي مسافة متر ونص بيننا وبين غيرنا والأمر الآخر أنه لازم نعقم الأسطح ونعقم إيديناتنا بشكل مستمر غسل الإيد يكون بالصابون والمي استخدام المعقمات ذاتك تأكيس كحول 70% تمسح الأسطح مثل يدة الباب والمفاتيح والتليفون وغيرها بالمعقمات تقدر إيضا تستخدم الكلور بعد تخفيفها بالمي بنسبة خمس ملاعق كلور إلى واحد لتر مي أو كوب كلور إلى عشر أكواب مي هل أقوى علاج لفيروس الكورونا؟ أقوى بعض الناس يقولون خلي نأخذ أنتبايتك أو مضادات حيوية يعني ممكن تفيدنا لكن هذا أمر مو صحيح لأن مضادات الحيوية تشتغل على البكتيرية مو على الفيروس إلا اليوم اللي دع صور به الحلقة ماكو دوة أثبت فعاليته بشكل قطعي أنه عالج كوفيد 19 الكورونا ممكن سمعتوا بدواء الكلوروكوين مع أنه بعض الدوة فعلا بدت رسميا باستخدام هذا الدوة لمعالجتهم من مرض الكورونا لكن إثبات فعالية أي دوة لازم يتبع بورتوكولات تجريبية يعني نجيب مجموعة من الناس مصابة المجموعة الأولى ننطيها الدوة اللي هو مثلا كلوروكوين والثاني ننطيهم كابسولة ثانية فائغة ما بها دوة وبعدين نحسب عدد المشافين من المرضى وعدد اللي بقوا مرضى إذا كانت نسبة المشافين أكثر شيء من اللي أخذوا الدوة معناها الدوة مفيد ويمكن أن يعتمد إذا كانت أضرار الجانبية قليلة نسبيا في الآن أحنا بمحلة الاختبار للأدوية واللقاحات وأكثر شيء ممكن نسوي هو الوقاية همين خليك بالبيت حتى مع وجود الدوة هذا ما يمنع ضرورة العزل الصحي لأنه الفيروس شديد العدوى فإصابة آلاف من الأشخاص دفعة واحدة يخلي النظام الصحي ينهار فلابد من التباعد الاجتماعي حتى ما يمرض الكثيرون دفعة واحدة وبالتالي تنهار المستشفيات مثل ما ينشوفها بأنحاء العالم إذا كنت شغلتين تطلع منها بهاي الفيديو فخليكم أولا خليك بالبيت وحافظ على التباعد الاجتماعي القاعدات واللمات ممكن تنتظر ثانيا التزم بالنظافة والتعقيم المستمع الله يستمع من الجاي وأتمنى لكم الصحة والسلامة حتكلم بالحلقة الجاية عن هاي الأسئلة اللي قاعدت نشر وتتداول بوسائل التواصل الاجتماعي أو الواتساب هل كوفيد-19 هو عذاب إلهي أم مؤامرة أم هو نتيجة تطورية بيولوجية شنو السبب والمسببات لهذا الفيروس وهل أفعال الإنسان ممكن يتأثر بالمحيط اللي حوالي مثل ما يأثر بالجو من أمطار ومن عدم موجود أمطار رح أشوفكم بالحلقة الجاية وأتمنى لكم الصحة والسلامة مع السلامة